فنانة تشكيلية تميزت في مجال الرسم والتصوير فأبدعت ساميا الزرو من مواليد سنة 1938 من مدينة نابلس بفلسطين تخرجت من قسم الرسم والتصوير بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1957 وعملت كخبيرة في ميادين الفنون التطبيقية في أكثر من مؤسسة دولية وقد انعكس حب الزرو لفنها على بيتها وحياتها فحاولت أن تترجم ما يدور في مخيلتها على أرض الواقع طبعا سيد ساميا زي هلأ ما أنا عم دخلي معاك وكنا عم نحكي أنه بحكي لك أنه لحظت في لمسة معينة أنه في ديكور بيتك نحكي لنا أكتر عن تصميم ديكور بيتك يعني أنا بقول أنه كل إنسان وهي نصيحة للصبايا يبنوا بيتهم حسب أسلوب معيشتهم وحسب إيش بيحبوا مش على الكاتالوجات وعلى يجبوا مصممين من برة ومن أوروبا يعني فيه إشي اسمه التحرك بالبيت كل واحد ينفرد بطريقة معينة هلأ إحنا صبايا اليوم وأنا بدرس في الجامعة والبنات بعرف إيش قراءهم بركضوا على الموضة لا فيه إشي قبل الموضة فيه إشي الراحة وفيه إشي الراحة النفسية والراحة بالحركة والراحة بالإعاد والراحة بالجيبة يعني هالإنفلات على الموضة والإيش عم بيصير بالعالم لبناتنا وشبابنا يعني بحب يتريثوا أكتر ويبنوا حياتهم حول مفاهيمهم وعائلتهم واستقبلية وجابتهم من وين كنت تستوحي الأفكار منها؟ أفكارك من وين كنت تستوحيها؟ أستوحيها من سكان البيت يعني وقت ما كانوا صغار كان مفروض يكون جو معين وقت ما كبروا شوية يعني التصميم بكبر مع سكان البيت يعني وهذا الأتاته عمره أربعين سنة اللي أنا قاعدة عليه لأنه اللي قاعدين إحنا عاليا آه كله كله البيت كله ما غيرت أبداً أبداً لأنه الواحد يضله مش مأكد كيف بده يعيش مصيبة يعني الواحد باخد قرار كيف بده يعيش كيف بده يتعلم كيف بده يعيش يأكل إيش بده يلبس هذه السرعات على الموضة والسرعات إيش السوق بعرض عليكي؟ السوق غدر السوق بعرض عليكي إيش بده يمشي من بضعته؟ يعني بنصح الشباب والشابات إنه يبنوا حياتهم حول حاجاتهم ونفسيتهم وراحتهم وراحتهم ومستواهم يعني أنا بتذكر كلمة بتضحك كتير يعني البيت هو أنا معمول شابريز يعني الشابريز هي الإقصارة الخشنة بالبيت هذا الحيط يعني بألمعته أو حطيت والبيت أو إيش من هالنوع يعني بعدين عملت تنويع خشن وناعم لأنه بده يكون جو معيش فيه رؤية معينة حتى يكون فيها حميمية بتذكر أجو ناس ستات وأنا بالمطبخ راح أعمل قهوة والله بقولوا إيه حرام هدهولا كيف بيتهن كله معمول مش مقصور ناعم تحكت أنا يعني شوفوا كيف المفاهيم يعني عملته بهدف لأنه مش لازم ننسى أنه إحنا من بلاد أجمل بلاد بالعالم أجمل بلاد بالعالم اللي فيها أربع فصول أفشي بالعالم أربع فصول فيها كل أنواع الأزهار كل أنواع الحيوانات كل جبال وسهول وأنهر يعني وإذا الواحد ما استوحى من جوه يبني حياته مشكلة يعني إحنا صيفنا في هوا شكل وشتانة هوا شكل وأظهرنا ألوان هاشكل بكفي نعمة من الله أنا استوحيت من متل ما قلتلك من ما حولي وإمكانيات المادية وعلاقتي بهالأشياء هذي هذي نوع من العلاقات يعني يعني بدك تبني إشي لراحتك وراحت عينك وسهولة تنظيفه وسهولة ترتيبه يعني في كتير مقومات ومكونات لناحية المعاشية كيف فكرت بباتك لما بدأت أنك تصميم ديكاره؟ عكل أنا ببتعد عن كلمة ديكور ديكور هو ديكوريشن الواحد ببني الشيء بيكون نوع من الإحاطة لأهل البيت يعني أنا حسبت أنه بدي يكون صالون بكفي لأصحابنا بيقتات عادي برتاحوا فيه مش منش منظر بدي يكون منطقة الفطور قريبة بمنطقة التحرك وغور في التلفزيون قريبة بقدر أشوف من المطبخ والنظار بتطلع من المطبخ قاعدين مش قاعدين وغورها في النوم إلها خصوصية طيب سي سامي أنا بتشوفي كل إنسان فيه بداخله مشروع فنان ممكن هذا الفن إنه اللي بداخله يكون إنه يظهره فيه تصميم ديكوره لبيته ولا إنه لا؟ شوفي الإنسان من يوم ما يولد كتلة مشاعل هذه الظاهرة حب الجمال موجودة يعني الله جميل بو يحب الجمال أنا بتذكر باجتماع لليونسكو جابوا خبرة من بيروت وكان علي محاضرة أنا بعتوا وراي من رمضلة لبيروت وتحدثت معهن بعدين وزعت عليهم وراء قلت لهم هلأ بتكن ترسموا قلت هلأ بس بدي أشوف كيف عينكن وإيدكن وشعوركم وعائلكم بشتغلوا مع سواء أنا بدور الهولاهوب وإنتو حركوا إيدكن وهي موسيقى ما قبلوش يوقفوا هادول العمروا من ستين وسبعين كان بهذاك الوقت معناه في تعطش لإفساح المجال للتعبير طب قداش بتشوفي في أهمية أنه يكون في لوحات مثلاً فنية في بيوتنا أنه مثلاً هاي اللوحات بتأكس علينا أنه لازم تكون موجودة في كل بيت اللوحة بعد مدة بيصير أو العمل الفني اللي بتحطيه ببيتك بينك وبينه بيصير حديث وهالحديث بنمو وهالعلاقة بتنمو يعني الإنسان لمكانه المعيشة بدي يخلق بيئة معاشية يرتاح لها يعني إحنا اللوحات هي زيادة جديدة على بيوتنا كنا نعلق الطبق ولا أزال أعلق الطبق والصنية والمغرفة هذا نعلق أهنا دول لأنهم منا أو سجادة أو إشي يعني الأعمال الفنية إشي جديد صارت بالبيوت إلا هواقع معين بس تسام يا معاك الحديث ليومل يعني كثير إحنا عاديين مبسطين معاك وعم نستفيد منك أكتر وأكتر آخر سؤال رح أتوجه يعني فيه معاك وأسألك إياه شو بتنصحي الناس اللي بدهم يصمموا أو يعملوا دكور لبيتهم شو يفكروا شو يعملوا؟ آآ فيه فكر مثل قلت لك الراحة وفيه خطة لونية برتاح لها الإنسان ببيته يعني مش لأنه الموضة ألوان فاعة الأخضر الشاتروز واللي هدولة بنحطها أنا إيش برتاح عيلون؟ آآ أخمشة سهل استعمالها وسهل تنظيفها وسعرها سهل على الجيبة كمان آآ داخل البيت بدي يكون بحالة نمو وعن أنت المطبخ عندك بخلف عن أي مطبخ؟ أنت مطبخ فن يعني لوحات ورسم نحكي مرسم مو مطبخ شو السر أنك بالمطبخ يعني؟ هو المطبخ مطبخي متكامل لراحة أهل البيت حتى وين السخون بطولهم وين المعالق وين الشوك وين الفرن وين التلاجة يعني عندي تلاجة للخضرة وتلاجة فريزر وعندي تلاجة للبنة والآخر هي يعني مقسم بيتي لراحتي بس شو السر أنه بالمطبخ يعني أنه رسمي بالمطبخ لا مو بمرسم خصص أنه مرسم عندي مرسم كبير بلاقي بعيد هون في أكتر علاقة بالبيت يعني نقلت كل يوم بنقل شغلي من تحت من المرسم بجيبه وحطه هون صارت بتراكمه هون هون بشتغل شوية بطبخ شوية بيجو ضيوف عندي شوية بلاقي كتير أسهل مما أكون بعيدة هناك بحس حالي وحيدة يعني قبل شوي لما كنت عم بسألك وبحكي لك أنه لازم يكون فيه لوحات فنية أنه في البيت أنه بتعكس على نفسية الواحد فعن جد أنه منظرها بتعكس على نفسية الواحد يعني هي فريحية بنحكي عنها أكتر وشوي أقامت سنة مجموعة من المعارض الشخصية في اليونسكو ورام الله والمتحف الوطني الأردني وهيئة الأمم المتحدة وأيضا أقامت مجموعة من المعارض الفردية ذات الصلاة بمواضيع الدراس الشعبي الفلسطيني ألا أبو حمده رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة